لا يزال وضع أعضاء مجلس شورى تنظيم القاعدة الخمسة الذين اعتقلوا في إيران غير واضح ففي أوائل شهر أيلول سبتمبر قالت شبكة سكاي نيوز تلفزيونية البريطانية إن القياديين الخمسة من ضمنهم قائد العمليات في القاعدة السيف العدل أبو الخير المصري وأبو محمد المصري قد تم إخلاء سبيلهم هذا العام وأضافت الشبكة التلفزيونية أن إطلاق سراحهم كان ضمن عملية لتبادل السجنة بين إيران والقاعدة الحكومة الإيرانية نفت عملية التبادل هذه ولكن لم تعلق على ما حدث للقادة الخمسة وعليه يبدو أن القاعدة تحاول تعويض خسائرها بإرسال هؤلاء القياديين إلى ساحة المعركة في العراق واليمن وذلك تحت وطأة الوهن الذي تعانيه نتيجة تنامي داعش واستمرار استهداف قادة القاعدة وإن كان هذا الحال فإن القاعدة تخاطر بإرسال آخر قادتها إلى مرمى طائرات تبحث عنهم ليلا وهذا يوضح تماما مدى حالة اليأس التي وصلت إليها القاعدة بسبب خسائرها الأخيرة إليكم خلفية هذه التطورات كما أوردتها نيويورك تايمز إطلاق سراح الرجال الخمسة أتى ضمن عملية تبادل حصلت في آذار مارس الماضي مع تنظيم القاعدة في اليمن الذي كان يحتجز الدبلوماسي الإيراني نور أحمد نيكبخت وهو خطف في العاصمة صنعاء في تموز العام 2013 الحكومة الإيرانية تعليقا على ما نشرته سكاين نيوز نفت في تصريح حصول عملية التبادل تلك والمسؤول الأمريكي الذي تولى مناقشة الموضوع وبقيت هويته مجهولة أكد إطلاق سلاح سيف العدل قيادي عفيع المستوى في هيكل التنظيم المعروف بمجلس شورى التنظيم وهو أشرف على التنظيم مباشرة بعد قتل أسامة بن لادن على يد أفراد القوات الخاصة الأمريكية في باكستان من العام 2011 عملية إطلاق السراح أتت في وقت خسر فيه التنظيم العديد من قياداته في غارات متتالية والتي قضت أيضا على ناصر لوحيشي في أوائل الصيف وهو كان مدير عام التنظيم تزمن ذلك مع عملية استنزاف تكبدها على صعيد الأفراد الذين خسرهم لينضموا إلى داعش التنظيم الأكثر وحشية والأكثر دهاء إعلاميا ويقول خبراء في شؤون الإرهاب إن إطلاق سراح الرجال قد يكون لإعادة إحياء نشاط التنظيم ورفضه بمجموعة من القادة ذوي الخبرة والتجربة في هذا الوقت الحساس وما يثير القلق هو إطلاق سراح سيف العدل العقيد السابق في الجيش المصري الخمسيني المدرج على قائمة أهم مطلوب مكتب التحقيقات الفيدرالية بعدما أدين بالتخطيط لتفجيرات السفارة الأمريكية في شرق أفريقيا في العام 1998 ويصفه أعضاء القاعدة بأنه مدير عمليات التنظيم محلل شؤون القاعدة مايكل سميث الثاني من مكتب كرونوس للاستشارات والذي تابع سطوع نجم العدل فوصفه بأكبر سمكة بين الأثماك الكبيرة ومستقبل القاعدة يعتمد عليه ووفقاً للمسؤول الأمريكي المجهول الهوية والذي تحدث عن تفاصيل عملية التبادل الرجال الأربعة الباقون والذين أطلقت إيران سراحهم هم عبدالخير المصري وهو مصري الجنسية رئيس مجلس العلاقات الخارجية في القاعدة وأبو القسام أردني كان نائباً لأبي مصعب الزرقاوي ومؤسس التنظيم الذي تحول لاحقاً إلى داعش وساري شيباب مقاتل أردني وأبو محمد المصري وهو مصري ساهم في تنظيم هجمات القاعدة في الحادي عشر من سبتمبر ألفين وواحد وفي أقاب تلك الهجمات يقول سميث إن القاعدة قررت إرسال قادة كبار إلى إيران ظناً بأنها المكان الوحيد الذي لن تفكر الولايات المتحدة بالوصول إليه وعلى سبيل المثال تم إرسال سيف العدل مع إحدى زوجات بن لاد وأولادها وأتمن على تنظيم تنقلاتهم وفق قوله ويبقى من غير الواضح تماماً ما تعتقلتهم السلطات الإيرانية لقد كانوا تحت الإقامة الجبرية واستمروا في التواصل مع القاعدة وفقاً للاتصالات التي تم اعتراضها والرسائل التي تم الحصول عليها لاحقاً ترجمة نانسي قنقر